إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله موضوع اليوم بإذن الله هو عبارة عن مذكرة وزارية لوزارة التربية الوطنية لكتعلن فيه مستجدات حول المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022 بالإضافة إلى فرد موحد للمراقبة المستمرة سيكون على صعيد كل مؤسسة وفي كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمه بالإضافة للفروض للمراقبة الصيفية وهذا شيء طبقا للمذكرة ونرى طريقة احتساب نقط المراقبة المستمرة عبر هذا الخبر فقد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكويل المهني والتعليم العالي والبحث العلمي خطاع التربية الوطنية عن إصدار مذكرة وزارية تتضمن عدة مستجدات بشأن تأطير إجراء مراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022 وتهم هذه المستجدات حسب بلغ للوزارة إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجري على صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي إضافة إلى فرض المراقبة المستمرة الصيفية وذلك وفق المحددات التي نصت عليها هذه المذكرة كما تشمل المذكرة إعادة النظر في كيفية احتساب نقط المراقبة المستمرة وكذا معدلها السنوي العام بالمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية الثلاثة وبالمستويات الإشهادية واستثمار نتائج فرض المراقبة المستمرة الموحدة في التخطيط لأنشطة الدعم ومعالجة صعوبات التحصيل والتعطرات لدى التلاميذ على صعيد كل مؤسسة تعليمية ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وذلك من خلال إجراء تدابير المشروع رقم 12 المتعلق بتحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والانتحانات كما يهدف إلى الرفع من مصداقية نتائج فرود المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات وكذا تقليص الفرود التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الانتحانات الإشهادية وتلك المحصل عليها في فرود المراقبة المستمرة إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعطرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة ورفعا لكل لبس تؤكد الوزارة حسباء البلاغ أن الإجراءات التي أتت بها المدكرة المعينة لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للانتحانات الموحدة الإقليمية والجيوية والوطنية ولا على معدلاتها والمدة الزمنية المخصصة لها بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية لامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية إذن إخواني أخواتي كان هذا بعجالة قرار وزارة التربية الوطنية التي تم إصداره عبر المدكرة الوزارية بخصوص مستجدات التعليم كان معكم وحبكم في الله عمر من قناتكم ومع بغاف رجاء وضع تعليق والضغط على زي الإعجاب والمشاركة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة